أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن دولة الإمارات تعتبر الأمن الغذائي دعامة أساسية في كافة عمليات التنمية وتحرص على صياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى إنتاج الغذاء بشكل مستدام عبر توظيف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة القادرة على تعزيز الانتاج المحلي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية وقال سموه إن الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل هيان طيب الله ثراء أدرك بفطنته همية هذا القطاع وبدأ في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الزراعية مبكرا وقال سموه تعلمنا من زايد المؤسس وأب الأرض وراعي البيئة الأول أن الزراعة حضارة وعلى خطاه نسير لمستقبل أفضل لوطننا جاء ذلك خلال ترأس سموه اليوم اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بعد والذي جرى خلاله اعتماد ومناقشة عدد من القرارات والمبادرات والتي جاء على رأسها إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع وزيادة الاستثمارات فيه وقال سموه أطلقنا النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز أمننا الغذائي وتوظيف التكنولوجيا لرفع الانتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي الزراعة المستدامة ضمان اقتصادي واجتماعي لوطننا كما قال سموه هدفنا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية وزيادة القوى العاملة في المجال الزراعي مضيفا سموه نريد الاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية وأكد سموه أن ملف الأمن الغذائي كان وسيظل في قلب أولويات الحكومة وأن جهود أبناء الإمارات لن تتوقف حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة عبر الأفكار المبتكرة والرؤى الطموحة التي تستلهم نهج لاباء المؤسسين وتواكب أحدث التطورات التقنية الحديثة وفي الشؤون الحكومية اعتمد المجلس شركة ويز إيرابوظبي كناقل وطني لدولة الإمارات العربية المتحدة على أن تستكمل الشركة كافة الشروط والمتطلبات القانونية والإدارية والفنية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني وذلك بموجب القوانين والأنظمة السارية في إطار آخر طلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم والتوصيات الخاصة بسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين فيما وافق المجلس على إنشاء مكتب المندوبية الدائمة للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة واعتمد المجلس سياسة شروط وضوابط الأموال النقدية والأوراق المالية والتجارية التي يتم توظيفها في شركة الاستثمار الأجنبي المباشر والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل توفير بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي وخلال الاجتماع تم اعتماد فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية وصرف نتيجة التمويل المستحق للجامعات والكليات الاتحادية بناء على نتائج الأداء عن العام الدراسي 2019-2020 والبالغ إجمالها أكثر من 320 مليون درهم موزعة بين الجامعات علاوة على اعتماد أعداد الطلبة عن السنة الدراسية 2019-2020 بكل جامعة